رجعت عشرين سنة وراء والجمهور معرفاش رغم انها ايقونة الجمال في الوسط الفني لكن الصورة دي صدمت الكل ايه اللي حصل مع نرمين الفقي وهل فعلا هي عملت اي عملية تجميل؟ تعالوا نقولكوا ايه الحكاية مين فينا ما بيحبش نرمين الفقي ومش شايفها ايقونة الجمال رغم مرور السنين شكلها سابت وما بيتغيرش لا بحكم سن ولا بعوام الزمن وعلى عكس غيرها من الفنانات اللي لاجأوا لعمليات التجميل والبوتوكس والفلر هي الوحيدة اللي فضلت محافظة على جمالها الطبيعي طيب شمعنا بقى اخر صورة هي اللي عملت ضجة بالشكل ده وليه الجمهور بيقول انه معرفاش؟ وده لان الصورة كانت متخدة من كدر قريب جدا وبرضو ما ظهرش عليها اي ملامح تغيير في الشكل ولا حتى باين ان في اي تعديل في الصورة ورغم كده شكلها اصغر من المعتاد بكتير جدا وده اللي خلى الناس تقول انها اكيد بتعمل عمليات تجميل لكن علشان تحتفظ بشكلها الطبيعي بس عكس النجمات اللي بيعملوها علشان خاطر تغير من شكلهم هي الوحيدة اللي بتحافظ على طبيعتها لكن انها تكون تريند ما كانتش سبب الصورة دي وبس ده كمان سؤال مهم بيسألوا الجمهور ليه رغم جمالها ده الا انها ما تجوزتش لحد دلوقتي وده اللي خلىهم بيدوروا على اسباب عزبية نرمين الفئي رغم تخطيها سن الخمسين والمفاجأة فردها كان انه مش بيجي لها حد مناسب ولا هرسان بطلت تخبط على باب البيت من الاساس رفض يتجوز نرمين علشان قال لها ان ريحتك عاملة زي ريحة الطبيخ والتصرحات دي وقتها قلبت الدنيا خاصة ان ظهور نرمين وكلامها عن حياتها الشخصية نادر جدا وبعد فترة رجعت من تاني بعد السنين دي كلها ورغم ان نرمين عزفت عن الجواز بقرادتها رجعت بنفسها تدور على عريس وقالت انها زيها زي اي بنت نفسها تحب وتتحب وغريزة الامومة دي طبيعية في كل البلاد لكنها بتدور على الرجل المناسب واهم مواصفاته يكون متعلم ومثقف وابن اصول واهلهم ربيينه صح ومتدين مش مجرد كلمة علشان يقدر يحافظ عليها ومش متدلع ولا صليت اللسين ومش بس كده دي كمان قالت انها ما عندهاش مشكلة تتجوز واحد من غير دينها لانها مش معقدة واهم حاجة الحب والتفاهم وده اللي بخلي اي صورة لها تطربت برغبتها في الجواز وتكون تريند دلوقتي بقى جدورك تقولولنا شايفين فعلا ان نرميل جمالها طبيعي ولا زي ما الجمهور بيقول اكيد عمليات تجميل شاركونا رأيكو في الكومنتيت